تعال اقولك ازاي تعمل صنية مقارنة بشاميل في اقل وقت وبأسهل طريقة ومكونات جميلة وبطرقة جميلة جدا وهتعجبك جدا وهتعجبك الطريقة وهتطلع زي ما الكتاب بيقول النهاردة صنية المقارنة بشاميل معنا يعني فهي شوية تركات كده هتعجبك يا مساء الفل يا مساء الحلاجيات على عيونكم على احلى اخوات واحلى اصدقاء في الدنيا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله تعالوا نشوف مع بعض الجمال اللي احنا عملناه النهاردة والناس بقى اللي الجو حر بقى ما حدش عارف في اكل ولا كده فقلنا نعمل ايه صنية مقارنة بشاميلة كده ايه خفيف لطيف كده ايه يعني وانتفهمين بقى يعني في ناس كتير بتحب المقارنة بشاميلة تعالوا نشوفوا الطريقة ازاي والمكونات بتاعتنا ازاي دي جمال المقارنة بشاميلة شوفوا طلعة تحميرها جميل ازاي وشتلها جميل المكونات عندي هي عندي لحمة مفرومة زي ما انو شايفين او عندي بسلطان مفرومين متوسطين عندي جبنة من زريلة على شيدر تمام عندي يعني خمس معلق دقيق او اربع معلق دقيق يعني ودوات كسين مكرونة اللي هي الاقلام طبعا انا شاستخد من الكسين كلهم انا اخد آآ آآ كسف ونص وهشير الباقي وعندي لبن حليب وعندي التواب الباقي فلفل اصمر ارفة سبع بغراط ملح ونقعب مرأة آآ طبعا انا هجيب الحلة بتاعتي على النار وهنزل احط فيها زيت او زبدة يعني المادة الدهنية اللي انت تحب تحطيها وهشوح البصل وهنزل باللحمة المفرومة بتاعتي عليها عشان اعصاجها تمام تمام آآ انا عارفة لكل لكم طبعا اتعرفوا تعمل مقرونة بشاميل يعني كلنا بنعرف نعملها بس احنا بنتكلم بقى على البناتنا الصومانين لسه مبتدئين لدخول المطبخ فبياخدوا معلومة من هنا معلومة من هنا كده يعني الدنيا هتمشي وهتبقى زي الفل معه طبعا انا نزلت باللحمة بتاعتي ونزلت بالتوابل اللي هي الملح والفلفل اصمر والصبع بغراط والقرفة وادها بقى تشوحها كده ايه عشان اه 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 اتب باللحمة بتاعت كلها كده طبعا كده في حتاة لسه مجمدة من اللحمة هتفك طبعا مع بعضها في قلب التعصيجة بتاعتنا وهي البصل والتوابل وكده يعني طبعا انا قلبتها كده كويس انا هسيبها بقى ايه شوية كده وبص عليها رح اعمل الحاجة تانية طبعا انا عندي معلقتين زبدة حلوين كده وعندي ايه دي بتاعي خمس معلق ديق ومقعب مرأة وهفضل طبعا ايه يعني اشوح ديق بتاعي لازم ان انا خليه ايه انتشرب من الزبدة عشان ما يبقاش البشاميل بتاعك طعمه دقيق لما اسفر معاك كده ويبقى حلو كده نقدر تنزلي بالحليب فوقه تمام تمام طبعا انا شوحت الهواء البشاميل بتاعي هنزل طبعا بالحليب وهفضل برضو بكون معاك المضرب السليك زي ما انا اسكه كده واخفوك كويس علشان ما يكلكعش منك اولا ولا يلزق من تحت طبعا انا حطيت ملح حطيت فلفل قصمر حطيت نص معلقة سكر انا بحب البشاميل اللي بيبقى فيه تسكيره كده ببقى حطيته نص معلقة سكر بصراحة بتدي اللون جميل واطعمه برضوك اجمل طبعا نواتا زي ما انتو شايفين انا بخفوك في البشاميل بتاعي شفت البشاميل اللي بدأ يتقل معايا ازاي شفت القوان بتاعه انا عايزة برضوك لا تقيل ولا خفيف علشان خاطر يكون وسط يكون حلو كده لكن لو خفيف بلاش علشان ما يتشربش وينزل تحت وكده يعني طبعا اللي احنا بتاعاتنا هي تتعصجك كده انا هتفعلها النار واسبها بقى ايه ده كده شوية طبعا اعجب زي ما انتو شايفين الميا غلية معايا اللي احنا هنسلق فيها الماكورونا هحط فيها معلقة ملحة وحط فيها ايه معلقة زي طبعا زي ما انتو شايفين علشان خاطر الماكورونا بتاعي تبقى مفلفلة من بعضها كده ما تمسكش ببعضها كنت وصلت معايا هنا بقى بالله عليك ما تنسينيش في اللايك طبعا وصلي معا على الرسول اللهم صلي وسلم وذلك عليك يا حبيبي يا رسول الله طبعا الماكورونا هيت نزلت بها طبعا مش هحط كسين الماكورونا انا هحط كيس ونص كفاية وهدها تقليبة كده لحد ما تستوي ونشوف هنعمل ايه مع بعض يا الوصفة جميلة جدا وسهلة جدا وكلنا بنحب الماكورونا البشاميلة طبعا هي هيت انا بسوها اوي شوية يعني لو انت بتنزلي الماكورونا العادية يعني شوية عشان تعرف الكاملها في صوص الصلصة دي بيتسويها اوي طبعا انا هجيب الصينية بتاعتي زي ما انتوا شايفين هدهنها دهنت زيت بالفرشة وهنزل بنص الماكورونا وحط بشاميل طبعا وهفضل كده ايه ادخل البشاميل في قلب الماكورونا كده ونزبط الصينية بتاعتنا ايه دي قاعة الصينية زي ما انتوا شايفين هنعم بتعمل ايه بعد كده يا مشاهد انا هقول لك هنعمل ايه طبعا هزبط كده الماكورونا كده عشان اقدر اللي انا احط اللحمة اللي انا عصقتها كلها زي ما انتوا شايفين هنعم بساويه عشان ما بقاش في فرهاتف اا يعنى انت تبعدائنا اكيي اي حاجة كده عايزة تضبط تضبطها باكده كده يعنى عشان ايه الصينية تطلع معانا ايه زي الفل طبعا انا هحط كمية اللحمة اللي انا عملها كلها اا دي اللحمة لنا عصا قطع ويكل دولوقتي بصراحة كتر حيتها جميلة طبعا وطعمها أطعم يعني ما تستغسريش حط كل اللحم اللي عندك عشان صنية الموكرون وتطلع معاك زي الفل طبعا أنا ما بستغسرش هو أنا بحط كل اللحم اللي معايا زباطي كده ما تخليش مكان في لحمة ومكان ما فيش في لحمة زباط صنيةك كده اي واحدة واحدة وبالروحة كده وعلى رواءان ما تستعجلش طبعا أجيب شوية جبنة منزردلة على شدر كده حطها في نص الصنية وهي فوق اللحمة عشان كده ايه تضغطها تطعيمة برضو كأكتر معا أنها والله بصراحة أنا مزبطاها ومكلفاها يعني مش مستخصرة فيها أي حاجة خالص ما احنا عشان نعمل حيانا كلها يعني لازم نعملها بحب ما نستخصرش حاجة فيها ما تقليلش من مكوناتها عشان تديك الطعم وتديك الحاجة المزبوط ولكن انت لو عملتها وحصنيت مكورونا وخلاص لأ طبعا كل حاجة ما تديها حقاها هتديك طعمه وتديك النتيجة اللي انت محتاجها في الآخر طبعا هنزل بالبشاميل كده وبعد كده هساويه كله فوق الصنية زي ما انتوا شايفين هجيب شوية جبنة منزردلة برضو على شدر كده أحطها على الوشع عشان تديه اللون الجميل الجميل اللي هو الجولد دوت وهدخلها الفرن كنا شغلت الفرن وصغل شغل على من تحت الأول ولما تاخد كده شوية سوا من تحت هتطلعها بفوق على الشوية عشان تطلع ايه تاخد اللون الجميل اللي احنا حبين وطبعا المقرونة بشاميلة بعد ما طلعت من الفرن ايه رأيكم بجد بجد يعني حاجة فوق الخيال تسلم ايدك يا مشاهد والله بجد بجد تحفة تحفة جربيها بالطرق دي والله ديكي نتيجة هيلة هيلة طبعا يا لسه سخنة طبعا مش عارفة اللي انا يعني هسيبها الوقت شوية تهدى شوية عشان عارف اقطها عشان لو انا اقطعطها كده هتفرط معايا ومع انها برضو كان نفس اللي هي تطلع هقطع منها خرطة وكان نفس اللي هي تطلع كده كاملة متكاملة كده متساوي بس انا بقدر الامكان هارفت اللي انا اطلعها برضو يعني يعني طبعا نواة انا بقطعها معاكم اي دو صحة منك لما تجي تعمل البشاميل تقطعي ما تقطعهاش اول ما يخرج من الفرن يعني انت مش هتلاقي مقرورة بشاميلة اساسا هتلاقيها فرطة كلها ومش هتعرفي تطلع منها ايه اي قطع او اي خرطة منها طبعا نواة بقطعها شايفين الجمال شايفين يا جمالك وتكاتك وحرقاتك زازاتو اه نشمع زازاتو النهاردة يلا نقول زازاتو دي طبعا نطلعت منها قطعهوات بقدر الامكان مش لسه سخنة وعرفت اطلع منها يعني قطعه حلوات عشان بستورها لكم ودي الصنية بتاعتنا ايه رأيكم في الاكلة بتاعتنا النهاردة وغدانا بصراحة يعني جميلة جميلة وشفت اللون تحمرها جميل يعني ولا حطت فيها بيض ولا اي حاجة لانا ما بحبش البيض في البشاميل اللي نهائي ما بحبهوش انا بحب اللي انا بعملها بالطريقة دي على طول انا في اليوم دوات كنت عاملة معها صنية كيكا كنت عاملة كيكا كنت مشغلة الفرن على الاتنين كيكا والبشاميل قلنا بقى نعمل ايه في فيديوين في فيديو واحد وكده يعني والحمد لله وكده فانا نزلت لكم مرة الكيكا والنهاردة نزل لكم البشاميل ويعني يا رب بكنا وصفاتي كلكم بتعجبكم ويا رد بقى بس بالله عليكم ما تنسونيش في مشاهدة الفيديوهات لان انا عند المشاهدة واقعة جدا جدا اهيا دكت وصفتنا النهاردة اتمنى يا رب ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك واتطعالوا الجرس والسلام عليكم ورحمة الله